إذن انتشار أمني غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان حيث كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعدادات أمنية تحسبا لأي تطورات وسط تحذيرات من انفجار متوقع في الضفة بسبب العدوان المستمر على قطاع غزة في التفاصيل تشير التقارير إلى نشر الاحتلال 23 كتيبة في انحاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وإقامة نحو 750 حاجزا أمنيا وهو ما اعتبرت الخارجي الفلسطينية تصعيدا للتوتر وتنكيلا بالشعب الفلسطيني وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن إجمالي عدد الجنود الذين سيعملون في مختلف انحاء الضفة خلال رمضان سيزيد عن 15 ألفا هذه الإجراءات والتدابير جاءت وفق مصادر إعلامية وسياسية إسرائيلية تحسبا لتحديات أمنية كبيرة خلال شهر رمضان في الضفة الغربية والقدس خاصة مع استمرار الحرب في غزة والتوتر المتوقع في القدس المحتلة فيما يتعلق بالقدس أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الخطة الأمنية في المدينة تقتضي تعزيز المنطقة بأفراد من شرطة الحدود والحارس الوطني وشن عمليات واسعة لمصادرة الأسلحة علاوة على تنفيذ مواصفتها بالاعتقالات الوقائية السماح باستخدام العنف على نطاق واسع ضد كل من يحاول إثارة الشغب ووفق المفهول الأمني الإسرائيلي وتنفيذ عمليات عسكرية تكتيكية موسعة ومتزامنة في مدن عدة هما أيضا أبرز ملامح الخطة الأمنية الإسرائيلية وفق تقرير لصحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية في سياق ذلك ربما تاتي التعليمات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق مكتبه لوزارات المالية والأمن والأمن القومي وقضت بتجهيز آلاف أماكن الحمس للمعتقلين والسجناء الجدد بشكل عاجل موسيقى